على الرغم من التصريحات التركية السابقة التي أكدت أن أنقرة لن تقوم بأي عمليات عسكرية في العراق دون موافقة الحكومة في بغداد إلا أنها أكدت في الوقت نفسه أنها لا يمكن أن تقبل باستمرار وجود ميليشيا بيكيكي في منطقة سنجارة العراقية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب عن انفتاح بلاده للعمل مع الحكومة في بغداد من أجل إنهاء أنشطة الميليشيا الكردية إذ إن ذلك يعتبر وظيفة مشتركة للبلدين بحسب أردوغان نحن مستعدون للعمل مع بغداد من أجل إنهاء منظمة بيكاكا الإرهابية لأن هذه وظيفة مشتركة للبلدين سيستمر هذا حتى تطهير سنجار من بيكاكا والتنظيمات الإرهابية ومن أجل ذلك يمكننا أن نذهب إلى هناك على حين غر تركيا تعتبر منطقة سنجار مثل جابل قنديل شمال العراق معقل بيكاكي لذلك فإنها مصممة على الاستمرار بحملتها ضد الميليشيات الكردية التي بدأتها بسوريا حتى تطهير سنجار منها وهو ما أكده المتحدث باسم الحكومة التركية أن بلاده لا يمكن أن تقبل بتخفي ميليشي بيكاكي وراء مسميات ورايات وألبسة مختلفة في إشارة إلى تخفي المسلحين الكرد بلباس قوات حكومية أو اندماجها ضمن ميليشيات لها غيطاء حكومي وهو ما أكده القيادي في قوات البشمالق قاسم ششو أن مجميع تابعة لميليشي البيكاكي ما زالت تنشط تحت مسميات مختلفة في قضاء سنجار بالاشتراك مع ميليشي الحشد مشيرا إلى أن عدد عناصر تلك المجميع بلغ أكثر من ألف وهما يؤكد كذب رواية مغادرة البيكاكي لقضاء سنجار الأمر الذي دفع أردوغان للقول أن تركيا تعرف هذه التنظيمات ومسلحيها بشكل جيد للغاية ولا يمكن لأي طرف أن يخدعها في هذا الصدد مهما تغيرت المسميات أو الألقاب وبالتالي بات المشهد أمام خيارين لا ثالثة لهما بحسب أردوغان إما أن يمنع العراق أنشطة الميليشي ببيكيكي المنتشر في سنجار وقنديل وغيرها من المناطق العراقية بهدف مهاجمة تركيا وإما أن تقوم تركيا بما يلزم ترجمة نانسي قنقر